خلينا نقول محمد طري خيري طبعا ابن الكابتن الكبير وكابتن انا كمان كابتن طري خيري خلينا نقول انه انت طبعا مع بداية انت كابتن الفريق وبداية الموسم كان عندكم بطوت القاهرة وفي منافسة جديدة انت كنت متوقع ان احنا نكسب يعني انت كلعيب وانتوا حافظين بعض حافظين الجيل كنت شاف ان احنا قادين نكسب اه عشان يعني روحنا والبنى اللي بتاعنا كويس كابتن العشرة ما شاء الله عليه مجاهدنا شهر كويس قوي فنروح نعب فتنس نعب نعود ساعة بدان نخش الملعب نتمر بسقت مع كابتن محمد أشرف فالفرقة يعني مع بعض وروح كويس الحمد لله السنة اللي فاتت انت برضو كنت تبتلعب مع الفين وخمسة وكان في الفين وستة في كل الفرقة يعني ماه برضو زيك نفس وضعك يعني كنت شايف ان انتو افضل يعني شايف اننا احنا النادي الاهلي افضل ولا احنا محتاجين ندوس على نفسنا محتاجين نشتغل كنت داخل الموسم بفكر ايه كلاعب وكتب فرقة كنت داخل الموسم يعني مركز نحن نكسب بطولات الحمد لله يعني كنا اخدنا منطقة مرتبط والجمهورية يعني ربنا كدش كتبها لنا السنة اللي فاتت كان انتو المرتبط 16 سنة فأنت لعبت مرتبط السنة اللي فاتت فكسبتوا السنة اللي فاتت من 2005 وكسبتوا كمان بطولة المنطقة الجمهورية ما وفقناش فيها فكنت شايف ان احنا نقدر نكسب طب قول انت خدت هداف التاتا بونت وهداف البطولة بس الكاس اللي انت خدت او الدراء خدت هداف تاتا بونت لانه ما ينفعش يده الاثنين لكبتان صاحب ما بيدوش اثنين جايزتين للاعب واحد بس انت على الورق انت الهداف انت بتخترق جايزتين ولا هما اللي ادوها كده اه لانه ما نقول لك ليه الدوها لك لان اللعيم التاني مش همفيها ياخد التاتا بونت فهوا الحل ايه ممكن التاتا بونت انت خلاص مش هيدوله غالباً كان الاقرب ان اقرب الاسكور ايقاب فعشان كده هم يدون لك الثلاثة أبونة يعني أنت بتلعب صنق علعب مركز باباك وخلينا أقول لك أنت برضو مؤمن أنت هو كان بدأ صنق علعب وينفع بس هو داتي شوتينجارد يعني ربنا يوفقه بس أنت لعبك أقرب ما يكون لبابا حد قال لك كامدة؟ بابا قال لك كامدة قال لك شوفت؟ قال لك كنت ممسك باباك وعرف زبان كثير فأنت أقرب واحد للعب قال لك المعلومة دي طب إيه النصيح اللي بديها لك؟ لما بك أخذ الأول ثلاثة ساعد بيبقى وشي مش فوق أو بأخذها أعمال داربة عطول فساعد بعمل وك فبرضو بيقل لي عرضي ولما أعمال داربة الوشي بقى فوق وأخلي مني من دول حاجات دي حاجات دي هو كان برضو كان أستاذ فيه كان يأخذ الكرة وعينه قدام كان يتعب مصر كلها قال لي عندنا الجمهورية معيشة محمد الجمهورية جاية وهنخش بقى معنا فرقة اسكندرية تحت بقى وسبورتينج واسموحة أخبارنا إيه بوست الفرق دي؟ أنا شايف كفارق نحن أحسن كأبدني وروح ومستعدين أن نحن نلعب الجمهورية ونخذها إن شاء الله يعني أنت شايف أن نحن أحسن يعني طب قول لي يعني لما كان كابتل محمد جاء وكان يبرنكوا صبحه بعد الظهر طبعا عليك في النظام كابتل محمد وسياسته ما كنتش بتتضايقه ولا يعني؟ لا خلص مننزل نتمرن ومنامل علينا لا 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 كابتل محمد أقول الحقيقة طبعا دي لقطات من على موقع طبعا منطقة القاهرة لكرة السلة وده لقطات للفريق يعني فضل محمد فعندما بننزل الصبح هو في ناس تبقى متضايقة بس لا بصراحة هو بالذات ما بيتضايقش وعايز يفضل في الملعب بأنه لو مخلص بالتمرين بيقول لنا أنت خلصت عايزة أكمل فهو بالذات لا ما شاء الله لي مكتهد جدا برابا عليك طب قول لي أنت لما بدأنا المطشات ودخلنا على النهائيات كان فيه مطشات صعبة مطش بتبقوا قلعين منه شوية كيف كان مطشا قلعين منه؟ أكثر مطشا قلعين منه الجزيرة بس الحمد لله كسبناها مبايح قوي يعني بالنتائج يمكن مصر التأمين كانت تقلي شوية بالفرقة كابتن؟ لا الجزيرة قال لي فرقة الجزيرة كانت تقلي فرقة يعني هي أكثر مطشا قلعين مطشا قلعين لحد آخر دقيقة ونص احنا تلعنا في الآخر كان معنا تمانية بونت خلصت 13